السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأحد 14 كانون الثاني يناير طبعا القمر اليوم موجود في برج الدلو رح ينتقل لبرج الحوت وأيضا عنا انتقال عطارد اللي رح ينتقل من القوس للجدي القمر الآن موجود في برج الدلو رح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة 3.29 دقيقة من صباح اليوم الأحد بعدها بده ينتقل لبرج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لا يوم يعني الثلاثة 16.01 ساعة 4.48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10.26 دقيقة صباحا بعدها بده ينتقل لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر القمر بما أنه موجود في برج الدلو فما رح نذكر لأنه بعد منتصف الليل يعني بكون في فترة خلو المسار خلو المسار بدأ ساعة 9.58 دقيقة من صباح اليوم السبت ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 3.29 دقيقة ما يصبح يوم الأحد بتوقيت جرينج يعني بمعنى آخر إحنا بفترة خلو المسار وذكرنا أنه خلو المسار هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للحركات الفلكية اللي رح تصير اليوم قبل الانتقال في عنا قبل انتقال القمر لبرج الحوت في عنا أول حدث رح يكون اللي هو انتقال عطارد اللي رح ينتقل لبرج الجدي ما هو كان موجود في بالفترة بنهاية العام الماضي آآ آآ ألفين ثلاث وعشرين كان موجود أساساً parachدي Shooter صار في تراجع به نهاية العام رجع للقاوس والآن بده يرجع للجدي مرة أخرى رجوع رح يكون اليوم الساعة آآ تقريباً أو تسعة وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية صباح يوم خمسة اثنين الساعة خمسة وتسعة دقائق خلال الفترة المذكورة بيشعر موليد برج الجدي بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور وبينشطوا بالدراسة والمطالعة والاتصالات والسفريات وبكون في عندهم قدرة على الإقناع لأنه سرعة البديهة بتكون عالية جدا والنشاط عالي جدا بيستفيد معهم طبعا بهذا الانتقال اللي هم موليد الأبراج الترابية والأبراج المائية اللي هم الثور والعدراء والسرطان والعقرب والحوت وكل شخص لما انولد كان موجود عطارد عنده في برج الجدي الساعة ثلاثة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا القمر خلاص بانتقل وبيستقر في برج الحوت فعشان هيك من ساعات الصباح بتصير تلعب يبلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت بنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين بنشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين بنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة في هاي الفترة البعض ممكن يتهرب من المسؤولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين اللي بيعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بيتهربوا من مواجهة المسؤوليات مع الأحبة بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل وفي هذا الوقت ممكن بعض الأشخاص يبدأوا علاقة حب جديدة يمكننا التعمل والصلاة والمشاركة في العمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى وشراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل أول عملية الانتقال وهي زاوية التسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس أعلى وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي الزاوية رح تكون تقريبا الساعة عشرة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش من واجه مصاعب عرقي اللي بتطلب منا إن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري أي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة وحدة وسبع دقائق بعد الظهر بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة بنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 43 دقيقة بعد العصر بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيم بخطوات مهمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات الصباح وما بعد عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخمية الغد الصنوبرية الهرمون المسؤول عن تسكين الألم اللي هي الأندروفين والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هدولا الهرمونين بصير برضو فيهم مشاكل بالفترة هاي عشان هيك بنشعر بالألم أكثر من المعتاد وأيضا بصير عندنا أرق وقلق وقلة نوم وكوابيس وأحلام وأضغاث أحلام أيضا بالنسبة لهذه الأعضاء طبعا هي الأكثر حساسية ما بجوز أن نعمل لها عمليات جراحية كبرى ولكن مراجعات طبية أو فحصات أو أخذ علاجات معينة ما في أي مشكلة لهذا الموضوع بعد انتهاء خلو المسار ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثة 16-1 بيبدأ خلو المسار الساعة 34.32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر لغاية الساعة 4.48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاث أيام في تمام الساعة 7.4 دقائق صباحا بصغير عمره أربع أيام نسبة الإضاءة 16% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجديد حتى يوم 21 سعيدة بنسبة 60% القمر في الدلو رح ينتقل للحوت ويستقر في الحوت لغاية يوم 16.01 منتحس الآن بنسبة 10% ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% ولكن في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 30% عطارد في القوس ورح ينتقل للجدي ورح يظل موجود في الجديد لغاية يوم 5.02 منتحس بنسبة 10% الزهرة في القوس حتى يوم 23.01 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجديد حتى يوم 13.02 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25.05 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29.06 سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27.01 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 2.07 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجديد حتى يوم 2.05 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا بتنشطه من الآن ولغاية ساعات الصباح ما بين الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية أما من ساعات الصباح وما بعد بتشعروا بالتعب بنال منكم ابتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة انتوا في أضعف وأقل أيام الشهر حظا فما ترهنوا على الحضوظ أبدا وما تحسموا أي أمر بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب اتوقعوا أنه يكون في نوع من أنواع الفوضى والتأخير والخسارة فعشان هيك ما تتخذوا أي قرارات حاسمة وحاولوا قدر الإمكان اليوم تعملوا بشكل روتيني برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا عمل كل بدأتوا فيها من قبل وبتكوا تحافظوا على سمعتكم أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء بتجدوا تعاون ما بينكم وبابينهم بيوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وبرضو اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بدي يستعد بشكل جيد من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية هي فترة فيها بعض الصعوبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا تفحصوا حساباتكم المشتركة وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتصير الوقت مناسب للأشخاص اللي يقلهم علاقة بأشخاص قارج البلاد أو أي شيء قارج البلاد أو بعيد وبتنجحوا بالسفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحباكم أهم إشي إنه ما ترتجل أي عمل وما تستخف بالواجبات لأن الأضواء رح تكون مسلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة جدا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم وبرضو الأعمال المشتركة من الآن ولغاية ساعات الصباح ولكن بتكون تضبط أعصابكم أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حذر إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة إلى استشارة ذوي الخبرة ممكن تتعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملات رسمية أهم شيء أنك ما تتذمر بالنسبة لموليد برج العذرات من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكون تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنكم تبادروا العمل الجديد وانتبهوا لصحتكم أما من ساعات الصباح وما بعد بتتركز جهدكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة وهذه الفترة شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية فعشان هيك بحذرك من عدائة الجو والنفور والخلاف والتوتر وحاذر من المشاكل على أنواعها يعتبر هذا اليوم من أصعب أيام الشهر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتظل العاطف قوي لديكم وبتميلوا للتقارب مع أحبائكم والتجاوب معهم ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم عليهم من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فبيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم بوسع مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط ما تأجل عملك وما تضيع الوقت وراعي ظروفك الصحية واطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جداً وحاول أنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعاً بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم أو إهمال أمور عائلية من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بتجتازوا بصورة عمي يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني فعشان هيك بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلكؤ حضر بشكل جيد لعملك ولا ترتجل ممكن تنطلق بمشروع جديد أو تتلقى إيجابة أو إشارة مهمة ابتسم فاليوم في بعض الحظوظ لجنبك برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعاً اللي بدي يتقدم لامتحان بدو يركز بشكل جيد من الآن ولغاية ساعات الصباح وانتبهوا على الطرقات أما من ساعات الصباح وما بعد بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولات وبترتفع نسبة الحظوظ بشكل كبير برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي بتكون تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة من الآن ولغاية ساعات الصباح وبتكون تخففوا من النفقات أما من ساعات الصباح وما بعد بتكثار عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار هذه فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجح في طرح موضوع حساس وبتقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو وطبعا اليوم عندكم نشاط عالي جدا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل في نشاط وحيوية عندكم ولكن حاولوا أنكم ما تبادروا لعمل جديد بل واصلوا ما بدأتم به من قبل أما من ساعات الصباح وما بعد بتحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصل على هدية أو جائزة ابحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي وممكن تستعيد الثقة بنفسك ولكن بدك تحاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك وممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الفجر فعشان هيك ما تبادروا بأي شيء مهم وجديد أما من ساعات الصباح وما بعد بتبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود ووسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بتعززوا معنوياتكم من جديد وبتتحمسوا للمبادرة ولا إدخال تعديلات على حياتكم هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورش جديدة ويعتبر هذا اليوم من أفضل أيام الشهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء